السلام عليكم الأخوان إن شاء الله رأيكم بخير سوف نتكلم على الشوت الأول كان لدينا زوج فورس سهل حال تسجيل بونجاح و براهيمي لو كان ماركينات زوج سيبون لو كان رأينا مرتاحين كما رأيكم تشوفوا هنا يمزيان يعطى كرة البونجاح بونجاح مكشف التوقيت المناسب و ضيع الكرة الفرصة الثانية بونجاح عطى الكرة البراهيمي ضيع الكرة ايضا الحارس سددها في وسط المرمى كان قادر يفيزي على الكوتيمي لا غالب كانوا عندنا زوج فورس كانوا قادرين يدخلوا الداخل كانت عندنا فرصة ثالثة في المخالفة فتع بليلي و ضيع الكرة ضيعنا بزاف كنا قادرين نقتلوا المقابلة هنا في الشوت الأول كانت سيطرة تامة من الجزائريين كانت خشونة نوعا ما من القطريين الحاكم كان قادر يخرج بطاقات لكن خلال اللعب يتواصل و خلال الخشونة تتواصل لكن بعد خرج بطاقة الموعز اللي كان يعني يلعب خشونة ضد بليلي كانت عندنا سيطرة تامة ما بدناش مليح المقابلة تضيع الكرة تعبين بكاء قريب سجلونا هدف لو لا تدخل الدفاع تعنا من بعد رأيت غلطة بالعمري في التمركز قريب هرب له الهيدوس في ظهره شتي درشوط أول جيد جدا كان مليح دفاعيا و هجوميا يعني سيا يعاون شوية الهجوم و هو اللي كان يدر التغطية في الأكسيون بالعمري كي هرب له الهيدوس هو اللي كان يدر التغطية كان سوء تفاهم بين بضران و بالعمري الخروج بالكورة مراوش في المستوى الكورة تطاولت على نقعة غير موفقة يجب أن نحسن هذا الأمر ان شاء الله في الشوط الثاني و شفت البلوك ميديون في قاطر دائما يتضغط عليك في منتصف الميدان ما كان يعني الضغط شديد يقعدوا يسناو و سيو يبغطوا بالمرتدات ولا باللعب المباشر في كل وضعيات قدرنا نتفوق عليهم و شوف الجزائر تتفوق مستوى عالي على قاطر في الشوط الثاني كان تغيير طاكتيكي تعبوا قرار شاف بلوك بدنيين كنا منهارين تماما كانت تشكيلة خلاص راح تموت و شدار دخلنا يعني بقوة في الشوط الثاني نقولوا صح في بداية الشوط الثاني دخلنا وسجلنا هدف كي سجلنا هذك الهدف تغيير طاكتيكي خرج بونجاح تغيير اضطراري كانت عنده إصابة دخل مدافع دخل طهرات لأنه شاف بلوك قطر دخلوا المهاجم الثاني هذا كمونتاري و على بلو بلو راح يعتمدوا على التوزيعات و خرجوا ميديو ديفانسي في بوذياف لسما خرج وصف ميدان دفاعي دخل مهاجم بلوك بلوك كانوا حابيني أطاكيو و بوكرا كان على بلو بلوك بدنيين كنا منهارين دخل مدافع إضافي طهرات اللي كان يلعب شغل سنتينين و مدافع ثالث لكي يراقب مع المدافعين المحور في الكورات الطاويلة و الكورات العالية في التوزيعات بس صح دخل لكن المشكلة بقى هو هو عندنا هاد المشكلة تعتمدوا على التوزيعات شدتي دار قرون ماتش شو تاني كانوا يعطاكيو من جهتو عدة توزيعات ما هديك الجيهة حتاوينا سجلونا هدف خلى لهم الوقت في دقيقة سبعة وتسعين دقيقة سبعة وتسعين انا نرمال مخلص انا خرجت بره و انا نحتافل سيد زاد لهم تسع دقائق وقت إضافي حتى 20 دقيقة سبحان الله هذا المشكلة كان لازم نربحه من التشكيلات كانوا بدانين خلاص قلت لكم قطر ان نربحهم نورمال لو كان كنا وجدين بدانين لو كانت تشكيلات زعمة بدانين لو كان ضربناهم بستة نقولوا صح استراتيجيات تعتمد على البلوك ميديون ويتحولوا الى هاجمات معاكسة ما شفناه والو من عند قطر نقول لكم صح عنده ماذا اكرم عافي في العمليح مما عادة هادا كل جوار هادو كتاع الموعز و اكرم عافي في الهيدوس هادا ما كان ويلو ما كان ويلو ما شفناش الريتم تاع المقابلة كان ياخو يا جامي ماشتنا مباراة مميلاكي ما هدي ماتش بارد ماتش مكاش عندو زعمة طبعة خاص ماتش مكاش عندو زعمة طبعة خاص ماتش مكاش ماتش مكاش ماتش مكاش ماتش قرعه ماتش مكاش قرعه ماتش مكاش لازم نلاحظه ثاني المدرب هذا الشاب يأخذ لي ريسك ريسكي نورمال يبدل قاعد التشكيله في الشوت الثاني دخلك طهرات في بلاس بونجاح يدلك بالليل يرأس حربا سوداني سوداني تسمحولي يدرتو في التشكيله كان مازال شوية عندي الإسبار على السوداني كش ما يعاودي ولي كش ما يسجل لكن هنا فان المقابلة شفت باللي خلاص صاي سيبو كنت حابن أطيلو لاشانس تاعو سمحولي ما كانش لي ما يغلوش سوداني فان المقابلة ما ورا ولا شيء الكوتي تاعو ما كانش قاع الجرية تاعو خلاص باين باللي مسكين صاي بل كان مصاب ما نش عارف كي طاح عليه هاداك الشوك تاع القطاري هاداك ما سينو هاد المباراة هادا كانت مملة ما استمتعش قاع مباراة عيانة بالبزاف احنا يقدرنا اللي علينا سجلنا زوج أهداف وسينو في الدفاع شفنا باللي كانو كانو نقائس ما نش حاب نهضر على النقائس قبل النهائي نقولكم صح الخرج بالكورة تاعنا بالدفاع عيان بالبزاف ما يعجبنيش قاع الخرج بالكورة هاداك أعباكم ما نش حاب نهضر على النقائس ما نش حاب نهضر على الطاكتيك تاعنا وقوين غلطناه بدانيا ما نش منباحة نهضر بدانيا نشوف الفينال برك ونربحه مع تونس إن شاء الله راح نسي ندلكم فيديو تاع طريق تلعب تونس خاتش خلاص هاد المباراة عقاطر بتننساها صاي عيانة بزاف قاع وراني فرحان على التأهل ما فولا تحكيم يدلك عشانين دقيقة وقت وقت إضافي تكره حياتك والله العالم فولا يعطيكم صحة لي تبعتوا الفيديو سمحونا على كل إهال ندلكم فيديو إن شاء الله تعالى تونس نقولكم بقوا على خير صحيتو